موسيقى بالتأكيد واقينا اليوم لا يرضي لماذا؟ إن هذا بسؤولية الجميع ما لم تنحل المشاكل تهيب يتصب البطالة تهيب يتصب الفقر ما لم تهبط نسب الأمية داخل مجتمعاتنا ما لم تهبط نسب العنوسة أحكي لك ما لم تهبط نسب الطلاق داخل مجتمعاتنا تهبط مستورداتنا ترتفع صادراتنا ما لم نلغي البأس فينا بيننا ونجعله على أعدائنا ما لم نتحرك ما لم نخرج من عزلتنا ما لم نخرج من نظامنا الرتيب نأكل ونشرب ونعلق على الأخبار ونوزع التهم على الناس ولا نفعل شيئاً هذا نموذج أصبح من ثقافتنا ثقافة يأس ثقافة إحباط ثقافة الشك في كل ما يقال ثقافة إفراغ كل إنجاز من مضمونه أصبحنا نفرغ كل شيء من مضمونه لا يصدق المسلم شيئاً إيجابياً يقول لك تمثيلية مؤامرة لا بد من إعادة ضبط البوصلة لا بد من أن يكون الواحد منكم رقماً صعباً من أن يكون رقماً قد يكون ذلك رقم محدثك عن الوطنية وحقوق الإنسان والمبادئ ولكن قد يكون موظفاً ممتنعاً عن أداء واجبة عن تفيد الأعمال بس إذا أخذ مبلغ بسيط تحل المشكلة عجيب والله مدام لك ثمن فلقي متلك المؤمن رقم صعب جداً ليس له ثمن لا يغير قناعاته مهما دفعت له المؤمن ليس له ثمن ولا يرضى أن يشترى والله يا عم وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضخره الله أو أهلك دونه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وارضى اللهم عن الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان وتسليم وتصديق إلى يوم الدين أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مع النفس نعم أيها الأحبة ما أجمل هذه النفس عندما تخوض صراعاتها عندما تخوض تلك التحديات وتلك المحكات الحقيقية للإيمان وينجو بها المرء سالماً غانماً آمناً تجاه الله سبحانه وتعالى أما الجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وذلك هو الخسر المبين فخلف من بعد مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيا واد في جهنم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من نار تلضى يا رب العالمين أيها الأحبة في هذه الحلقة المباركة يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بالناشط الاجتماعي ومجد التربوي لأستاذ عادل ذياب أهل وسهلا فيك أستاذ عادل كذلك شيخ محمد اكتلات أهل وسهلا فيك شيخ محمد ما بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ذلك في ظل هذا العصر اللي احنا بنعيشه نقعدين بنشوف كيف كلاليب الشيطان تتخطف شباب اليوم تتخطف الصغير قبل الكبير تريد أن ينحرف الإنسان عن الهداية نقعدين بنشوف بأنه اللي بيفكر منيح ويرصد القصة الأولى مع آدم بين آدم وبين الشيطان أبليس في الجنة نجد بأنه عندما عصى الله سبحانه وتعالى والسكبر قال لأقعدن لهم سراطك المستقيم بديوا يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا ولا تجدوا أكثرهم ذاكرين ولا شاكرين ولا مؤمنين سلاحه في ذلك سلاح الشهوات وسلاح الشبهات عشان هيك إحنا اليوم حابين نسلط الضوء على هذه المعركة معركة الشريسة اللي قاعدين من الخضاء إحنا اليوم الشباب اللي يخضوها اليوم على التحدي الحقيقي اللي بين أيديهم اليوم اللي عن جد بيأثر كثير في هذه النفس اللي هو موضوع الشهوات لا شك ولا ريب بأنه غريزة موجودة في كل ناس ولكن فيه من الناس اللي استطاعها أنه يقهر هذه الشهوة يوظفها يوجهها التوجيه الصحيح والسليم ومنها أحكيها أنا بأنه في بعض الشباب اللي انكسر أمام هذه سطوة وجبرت هذه الشهوة وهو في طريق الانحدار نحو الهاوية كيف نعمله هونستوم كيف نرجع إلى الجادة كيف الإنسان يربي نفسه وينطلق فيها محور حديث في هذا اليوم نبدأ معك شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بداية نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الفضيل شهر رمضان المبارك أن نتقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا وإياكم من عتقائش رمضان عمي فإن الله سبحانه وتعالى قد شطر في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وقد بيّن الإنسان العدو الحقيقي الذي لابد أن نحذر منه طوال حياتنا هي معركة لن تنتهي ما زالت الروح في الجسد فقال الحق تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو الله سبحانه وتعالى قد بيّ لنا بشكل واضح وصريح من هو العدو الحقيقي فقال أيضا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعليه الصلاة فأهلا أنتم منتهون فالصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية الكريمة قالوا انتهينا يا رب انتهينا فهذا العدو كما تفضلت أخي الدكتور محمد أن الله سبحانه وتعالى قد صلت هذا العدو علينا في الدنيا لأنه يريد أن يسحب معه كما يستطيع وكما استطاع في المجال أنه يلقي ببني آدم معه والعياذ بالله في النار إن الشيطان لكم عدو الأمر واضح وصريح بأنه عدو يا مسلم احذر من هذا العدو لذلك عندما نتحدث عن موضوع الشهوات الله سبحانه وتعالى قال وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً فإذا الإنسان أمام المغريات والشهوات أمام ذاك الصد عن السبيل الذي يعرض الشيطان دائما أمام الإنسان في شتى السبيل والوسائل والطرق نتحدث إليها إن شاء الله إذا كان متسع في هذا الباب يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ الإنسان إذا ترك شيئاً لله سبحانه وتعالى عوضه الحق تبارك وتعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه صحيح هذا شيء يقولنا الشيء محمد إنه العصر الرقم بإحنا عاشين فيه هناك في الزمنات إذا إنسان يريد أن يذهب إلى ملحة ليلي وليه يريد أن يبدل جهد فيه تعب فيه غلبة يريد أن يطلع يريد أن يدور يمكن أن يكون مخفي يمكن أن يكون معلن حتى يشاهد منظر لأ سبحان الله غير لأخ اليوم وداخل بيته وداخل غرفته وبين نفسه لا يعلمها إلا الله بكبسة زر واحدة يدخل ويشاهد المحرمات ما ظهر منه وما بطن هون الآن في ظل هذا التغول الرقمي يمكن فيه ناس صغار قاعدين يدخلوا على هذه المواقع الإباحية ولا يعذب الله إيش الوضع كيف إحنا نتصرف في ظل هذا الشيء إحنا بدنا نقوي نفس الأمارة بالخير بدنا نشتغل عليها شو نعمل أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بعد أندي بدأ بدأ أعقب على كلمي إنه بالفعل كل شيء وقع أراضه الله وكل شيء أراضه الله وقع وقع مش معناها إنه رب العالمين أراضه إنه سمح فيه كذلك الأمر بالنسبة لإبليس مش إنه رب العالمين صلطوا علينا تسليط لا رب العالمين مش بده عذبنا ولكن سمح بهذا الإشي الحكمة بالغة جدا عند رب العالمين نبلوناكم حتى نعلم الجاهدي منكم والصابرين ونبلو أخباركم اليوم سلاح الشيطان هو الفراغ إذن بلش متطلع الصحابي بضوان الله عليهم عرفوا وأدركوا قيمة الوقت قيمة الوقت وكان برامجهن عملوا برنامج يومي لإلهن أذكار أعمال لأهلهن لأحبابهن وما كانت لاقي عندهن ضرّة تروحها باقة منطورة أصبح اليوم إذا أنا بدي أجي أشوف شو المعضلي بتطلع على الشباب يعني الوسائل المتوفرة اللي إحنا بنحكي إنه التلفون هو فتني ولكن نفس الوقت كيف ممكن أخذه لشغلات الإيجابية صحيح؟ اليوم لما أنا بأجي بأعمل برنامج للطالب للشاب أنا كأهل شو أنت من هاي الساعة لهاية الساعة شو عندك مراقبة الطالب أو الشاب لما يكون عنده برنامج ملان العقل ببطل في مجال ينشغل بشغلات ثانوية يعني في مثل دائما نتخرف فيه ولد أو مش يعني ولد فاضي مش منشغل بشغلة بيشغلك هو بشغلات ثانية صحيح؟ يعني نفسك إلا من تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية نعم أي نعم وهنا صحيح؟ مربط الفرس اليوم باشي بأتطلع على الموجود في المجتمع العربي عندنا داخل هون اللي ناقص عندنا إحنا للنعر أو للشباب اللي ناقص نفعل الشباب في نشاطات اجتماعية ترباوية نعب الوقت تعهن يعني إذا لحظت بأنه صارت كثير حملات مبادرات أنت بتشوف أنه خيرنا وصل برا البلاد كما الحمد لله الحمد لله الحمد لله العالمين المجتمع فيه خير والناس فيه خير والشباب مبادرات فردية من الشباب ومن الصبايا مبادرات فردية حلوا مشاكل كثير مشاكل ناس تتعالج لمستشفيات ما حاش مصار يتدفع مشاكل ساهموا بحل إذ كان اللاجئين الفلسطينيين في شمال السوري وبنانهم بيوتهم وهم نفسهم لاجئين كانوا من بلادنا اللي بل يرمو كنت تهجروا وصلوا شمال السوري بنتهم كمان بدهم يكون ساكن بخيمة وهجر مرتين وهجر ثلاث مرات في مبادرات خيرية رائعة في جمعيات رائعة تكون موجودة الجهود التطوعية الجهود الشبابية إذا تم إحسان استثمار هذه الجهود في برامج في برامج تطوعية في تكوين مبادرات وبدرت حقيقية بهذا الشي والله إذا فتحنا لهم مجال رح نشوف يعني رح يفاجؤون دكتور مسألتين الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اقتنم خمسا قبل خمس ذكر مسألتين مهمات الأولى شبابك قبل هرمك والثاني فراغك قبل شغلك فهي أحد المعضلات المعضلات التي نعاني منها الآن قبل أن نعرج على تفصيل ربما الأسباب إذا أردنا الحديث عن الأسباب الله سبحانه وتعالى قد وجهنا في القرآن العظيم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترنهم فالله سبحانه وتعالى قد حذرنا تحذير واضح فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لذلك قيل إذا رأيت نفسك منغمسا في الشهوات فراقب علاقتك مع ربك عز وجل من خلال الصلوات الدليل فخلفهم بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوفهم القوانغية إذا إذا عدت الصلاة سبب الانحراف في طريقة الشهوات نعم في زمان يصبح الرجل هو مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بالعرض القليل من الدنيا هذه الدنيا الحياة كله أمل وأمل يخفيه ألم وألم يحققه عمل وعمل ينهيه أجل وبعد ذلك سيجزى كل إنسان بما فعله فإذا الإنسان تفكر بأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام من العبيد هذا الشيخ محمد اللي هو إحنا نزل فيه على الميدان وسألنا فيه واقعنا وجمهورنا والناس اللي في البلد عندنا ونحكي لهم أنت إيش تعمل وقت فراغك عشان خلو نشوف التقريب مع بعض إحنا وياكم مشاهدين الكرام ننتقل إلى الميدان ونرى إجابات الناس حول سؤال حلقات هذا اليوم فلنشاهد ونعد سوية بإذن الله طبعا بقضي وقت الفراغ في العبادة وقراءة الكرآن وإصلاح ذات البين وطبعا المفروض أنه الواحد يقعد شايف مع عائلته مع أولاده يعرفهم اللهم واللي عليهم في المجتمع الواحد كيف يقول لك يا بيكون مع عائلته بيهتم بأولاده أو بعائلته أو أنه مثلا بيحضر لبرنامج أو بيقرأ قرآن بصير أقرأ قرآن لما بعصب بصير أستغفر وأقرأ قرآن كله بروح أي مؤثرة تكون بالجهاز بالبلفون أو بغيره دايما بذكر حالي أنه الله عز وجل ركيب علي فأنا عندي انضباط شخصي والأمر الثاني أنه إحنا صح معرضين أمراتي بتطلع هنا صورة هنا هذا بس إيش الواحد بيعمل طوالي يستغفر الله عز وجل وبيعمل بلوك باستناش قعد أفكر بلوك وعالسريع الواحد بيسترجع نعم أيها الحبة عودة عادي يبدأ نعم كل اللي مشغول بحاله واللي مشغول بقضايا أمته واللي مشغول في الدنيا تختلف الاهتمامات عشان هيك إحنا بنوجه الناس جميعا إنه لين لوين رايحة إيش رسالتك بالحياة إيش بدك تصنع وإيش بدك تنجزه ولا شك بأنه الشهوات التي تثبت من عزيمة هذا الإنسان إلا إلا تضعها في خياله الصحيح وفي بيئاته الصحيحة والسليمة إحنا من يجيب نحك عن غريزة الله خلقنا وحط فينا هذه الغريزة ولكن جعل مصارف ووجهها في توجيه صحيح وتوجيه سليم لذلك إحنا بنشان بهذا الطريق إذا إحنا كسرنا الحجز الأول وحجز الثاني وحجز الثالث كما قال من قارب الفتنة بعضت عنه السلامة نعم شكرا كيف نعمل سبل وقائي للإنسان قم يوقع الفاس بالرأس هلا أول شيء ما شاء الله بداية مجرد طرح هاي المواضيع للرأي العام وإثارة هذا الموضوع في الرأي العام أمر عظيم جدا وبرك الله فيكم الشغلة الثانية إذا أنا بدي أجل أطلع عحلول أطلع فيها برجع بقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نصرته بالشباب بلش من هون والتغيير قد يقوم به فرد وقد يقوم به فرد من خلال جماعة التغيير بيبلش من الفرد نفسه مقول للإمام حسن البنة رحمه الله معركتكم الأولى أنفسكم من هون من بلش والإيمان بيطلع وبينزل مش ثابت وشو اللي بيحافظ على هذا الإشي أهم إشي الصلاة ضبط الصلاة أجتهد الصلاة سيد نعم أبو الخطاب لما تعرض لعملية اغتيال أول ما فاق من النوم وبطنه مزع وعلى فراش الموت ما سأل من قتلني ما سأل هون سأل سؤال بسيط أصلى الناس طمنا أنه صلوا الناس قال أعطونه أتوضى وأصلي بعدين كل هالخاريث نتخرفها أهون أنا باجي بحكي إن الصلاة هي بتضبط وقت المسلم وبين الصلاة وبين الصلاة هون بنغضر إحنا نعمل البرامج تاعتنا اليوم باجي بطلع على الشباب كيف ممكن أساهم وهون دور اللي المسؤولين عندنا من جان المتابعة ومن الأحزاب من المؤسسات من البلديات يعني بشكل عام في طمرة كل رمضان الحمد لله نعمل مسيرات كشفية إحياء الأجواء الإيمانية ورمضانية الطلاب بيجوا بيجتهدوا والناس تيجي بتشارك من مل وقتهم بنعمل كمان في كل حي بيجي شيخ نعمل فعليات نشاطات بنعمل كمان الشيص المصيارة المفاجآت بنفطل على الطلاب على الأولاد في الأحياء نسألهم أسئلة بسيطة ونأتي جواب أنا هدفي وبتغطوه هذا على السوشال ميديا وبتغطوه يعني الناس بتشوفه كمان بتشوفه طبعا أكيد بس الهدف الأساسي هون أنا ما داجي أعطي الجائزة أنا بدي أعطي المعلومة الهدف تاعي كل سؤال يعني واحد جاوب ولا ما جاوبش الباقي دي يعرفه الجواب دي عنده المعلومات لسه عشان أنا أخضر أحصن نفسي كمان وأعرف بدي أتعلم بدي أفهم بدي أشارك حيلا اليوم لما أنا باجي بتطلع كيف ممكن أغير بهذا الإشي كيف ممكن أعمل هذا واتجاوز هالأمور اليوم لما أنا باجي بعمل نشاطات جماهيرية باجي بشتغل على مستوى الفرد لما الأهل بده متابع من الأهل من المدرسة متابعة كمان للأسف يعني حصص الدين حصة وحديب كل الأسبوع يعني ما هو عشان يك أنا دائم بحكيها شيخ محمد نحن بحاجة للمربي بغض النظر عن المنهاج يعني بالمدرسة في منهج كثيرة منهج وباشر غير وباشر منهج خفي بغرس القيم منهج واضح ولكن المربي مثلا كان معلم عبري ولا إنجليزي ولا رياضيات ولا فيزي ولا كيمي إذا كان هو مربي هو داعية هو إنسان يحسن إيصال الرسالة بمعنى الكلمة نحن نكسر كثير من الحواجز بيننا وبين الشباب صحيح صحيح المسألة الأولى قبل الحديث بقليل على الموضوع وجود المربي الله سبحانه وتعالى قال أفرأيت من يتخذ إله وهوه المشكلة تعقيبا وكمانت الموضوع حتى نباشى في الحديث عن موضوع التربية في المشروع الكامل أفرأيت من يتخذ إله وهوه فأنت تكون عليه وكيل الله سبحانه وتعالى يقول فالإنسان إذا كان اتباع الشهوات هو السبيل في تحقيق الغاية أو إذا كان خير دائما الإنسان يتبع ما هو الأسهل له وأيسر له إذلك إمام علي كرم الله وجل رضي الله عنه أرضاه كان يقول قال إذا خيرت بين أمرين كنت أختار تلك التي نفسي لا تطيق إذا كان أمرين صعبين شوف عن نفس شو الصعب عن النفس فبروح بهذا المجال لذلك الإمام حسن البصري رحمه الله قال وعلمت أن رزقي لي أكله أحد وغير فاطمأن قلبي وعلمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع علي فاستحقيت أن يرني عاصية ومن أعظم درجات الإمام لمسيء النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال إحسان أن تعبد الله كأنك تراف إلا أن تكن تراف فإنه يراك يعني قبل حديث عن ربي أنا أخلو إذا خلجت في محارم الله هل أحفظ حدود الحق تبارك وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا إذا ما أخذت الدهر يوما لا تقول خلوت ولكن قل عليه رقيبه نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وفرض فرائضة فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم لنسيان فلا تسروا عنها هناك حدود الله سبحانه وتعالى يعني أنت تخيل معي كيف إنسان يتقبل أتى في دليل تعليمات الموارد البشرية في شركة أمريكية بأنه أن لا تلمس زميلتك بالعمل أن لا تختلي بها على غداء أو عمل يعني أخرج أوقات الدوام لا تلتقيها خارج أوقات الدوام هذه كلياتها اللي هو باعتبار منظومة موارد بشرية بشركة أمريكية قيمها وحط محلها قال الله وقال الرسول بأنه هذا الإشي أنت لا تعمله بصفي هون هل بمعنى الكريمة أنت تتقبل يعني مستدر راح بقول لهذر إحنا جماعة وتخلفين اللي بعرفوش الحياة كيف ماشي ولازم نروح ونيجي في الحياة سبحاني بهذه اللقطة أنا كمان بتعامل مع الشبيب من السنوات يعني مرشد تربية الحمد لله ما كنت أقول للطلاب والشباب حلال والله حرام تعمل الشيك أو نهى الرسول ونهى الله عز وجل كنت أقول إن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا إحنا كمجتمع لا تسمح بذلك من هون بلشتوا هذا الباب سيدك ولا ستك بتشوفك هيك تعمل هل يقبل مفهوم التربية اللي هي مفهوم عميق جدا حديث لرسول عليه الصلاة والسلام أول من يمسق في حلق الجنة أنا وإذ بامرأة تنازعني على باب الجنة فقلت من هذه يا جبريل يعني مين هاي تنفذني تسبقني يعني مريم ولا آدم مين قال امرأة ربت أولادها مفهوم التربية مفهوم عظيم مفهوم باش بطلع عن النساء اللي موجودات اليوم التعليم بتعلمه بروح يشتوه وبروحه هون والولاد وين راحوا لمن دا تركن شيخ أخوي عادل دائما أنا بحكي بأنه توحيد المفاهيم يعني أيش النظارة بدنا إحنا ننظر فيه للحياة بشكل عام تعظيم حرمات الله والشعائر الله والحلال والحرام تعظيمة تعظيمة في القلب من البعض المهاغ المربي طبعا بكسب الإنسان تعظيم حرمات الله بكسب الإنسان أنه تخوف من الحرام وقوع بالحرام بشيك احنا بحاجة مثلا يسمعوا حتى حتى يسمعوا يسمعوا لغة الحلال والحرام مش بس هيك خليها تعطيل بوصلة اليوم قد تتغير عادات قد تتغير التقاليد في مرحل المراحل ولكن الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبات لا يعلموا كثير من الناس من تقل الشبهات فقط السبر لدينه وعرضه ونوقع في الشبهات ونوقع في الحرام ألا وإن لكل مليك حما ألا وإن حما الله ما حارمه شيء أنا بحكي لو أنه فهمه طبعا تحكي أنت هل حلال الحرام من الصف الأول بحكي لك من أهم القيم اللي يجب أن نربع لها أولادنا من عمر أربع إلى ست سنوات قيمة الأولى مستوى العالم قيمة المحبة محبة محبة الذات محبة الخالق محبة الأسرة حتى لما نحكي مروا أبناءكم سلطة السبع وضربوها عليها لعشر قبل السبع السنوات ما بدك تعمل مع ابنك تعمل محبة الخالق الله يحبك وإنك أعطاك سمع أعطاك بصر أعطاك جسد جميل أعطاك وجه أعطاك صوت أعطاك إيد أعطاك رجل أعطاك قدم أعطاك بابا وماما اللي أنت تشغل أنت وياهم من خلال هاي اللغة كلياتها تزرح في أنت المحبة بعدها تصفي إلى مرحلة لازم يعرف أنه في حدود في نقاط حمراء أنه خلص أنا بحكي لك بأن الله يحبك وحط لك شروط حط لك قانون ما بدنا نتعدى إحنا هذا القانون فيه شغلات بيضبط فيها من أي جيل من 4 إلى 6 سنوات هذه هي مرحلة المحبة بعد 6 سنوات من شغل أجل امرأة جابت ابنها قالت الرسول الله أريد أن أعلمها شو قالها عبلا ثلاثة سنين سنة نصف ثلاثة ناس كيف قديش قالها قد نفض الظهر يعني طبعا عليه كثير بشوف بنظرية التربية بأنه من أمر يومي إلى أمر 5 سنوات هن الإنسان نعم صحيح مية في العين شوف المسألة يا دكتور الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تثبيتا يعني إحدى يتحدث عن موضوع الثبات ماشي الآن الثبات هذا ما ينقصنا شوف القرآن العظيم قد وضع لنا دستور وقواعد في كيفية تثبيت الشباب وصرف الشباب بشكل واضح وصريح للثبات على الطريق المستقيم صحيح صحيح وقال حق تبارك وتعالى الأولى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن وجملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك أولا السبات هو ثبات الفؤاد وثبات القلب إذن فقراءة القرآن واحد قراءة القرآن تساعد المؤمن على الثبات على الحق على الثبات قراءة القرآن الآن القراءة يجب أن تتبع بالعمل يا قارئة القرآن لست بقارئة حتى تكون لما قرأت مطبقة ماذا يفيدك أن تسمى قارئا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا صحيح عشان هيك نحن نحكي بأن سبحان الله هي محطات خضى الإنسان في حياته بحاجة إلى تدعيم وإسناد بحاجة إلى تعظيم حرمت الله سبحانه وتعالى وما يعظم الشعائر الله فإنما تقوى القلوب يسمسك بهذا النهج الرائع بكل صراحة أستاذ عادل أذياب الله أعطيكم ألف عافية والشيخ محمد ساعدنا بلقائكم في هذه الفقرة من البرنامج وإننا ننتقل إحنا وإيكم نشوف المشاهدين على سوشال ميديا وموقع التواصل اجتماعي عبروا عن لقاء اليوم وعن موضوع الفراغ وموضوع التحدي الشحوات المشاهد سوية المشاهدين على سوشال ميديا نعم أيها الأحبة السلام عليك يا صاحبي تشكو إلي انكسارا في خاطرك وجرحا في قلبك ووهنا في نفسك وتسألني أهوى غضب من الله فأقول لك هذه والله من أمرات حبه فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا ابتلاه وما زال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة بلاء يجعلك تقبل على الله بقلبك وجوارحك كير من نعمة تضغيك ولعله أراد أن يعطيك فمنعك ومتى فتح لك باب الفهم في المنع فقد اجتباك انظر في سير الصالحين يا صاحبي تعرف أن الابتلاء لم يكن إلا مخاضا للإصطفاء والتقريب بكى يعقوب عليه السلام فقد ابنه حتى ذهب بصره ولم يكن عن ربه مشغولا وإنما كانت يده تصنع من يوسف يوسف عليه السلام أصبح ملكا فلا تسعجل فإن أحلك ساعة الليل هي التي تسبق الفجر بقليل خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب فلا تنظر إلى مرارة الابتلاء فبعدها حلاوة الجبر أي خوف ذاك الذي أعقبه النداء العظيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ثم بلسم له قلبه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أيها الأحبة ما أجمل القرب من الله سبحانه وتعالى نلقاكم في حلقة قريبة بإذن الله تعالى مع برنامج مع النفس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة